مرحبا فيكم حبايب الدلويين وإن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي على الجميع. طاطة كيف حتكون؟ حتكون نوعا ما مسيطر على شكله أنت بالماضي ما كنت مسيطر عليها. شايف بإيدك اللي هو الحظ الفورتن مش عارفة حظ فيه رح يكون بين إيديك أو رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي. أنت رح تستغرب إنه هو موجود يارا بتكون قراءة حلوة لأنه معظم الأبراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني. خلينا نشوف بشكل عام إذن لبرج الدلو إن شاء الله فطلع يا رب قراءة إيجابية. رح أفتح أول شي بشكل عام بعدين شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة. إحنا مفاتحين على قراءة عامة الطرف الثالث ليش بيبين أنا مش فهمة. ليش بينط عندي أنا الطرف الثالث بيظل ينط عندي. الحمد لله لحد الآن الورق حلو يا رب آخر ورقتين يكونوا حلوين. بيطلع قراءة من القراءات حلوة. حلو الحمد لله يعني برج الدلو إن شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضية. رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك إما في محكمة إما في جمعة إما في العمل. لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل. رح يكون معاك السلاح المناسب لإنك تعمل هذا الإشي لإنك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح. المهم إنك رح تكافح في هذا الموضوع ما رح يجيك على على الجاهز ولكن رح تربحه. رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما إحنا شايفين هون الشكل. فشايف إنه في نتيجة هذا الشي رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير أو اللي عندك في العمل أو أو أو. لما يكتشف جدارتك أو حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل إذا ما كان عندك دخل من الأول. أو إنه ترقية إذا كان عندك شغل. فرح يكون نتيجة إنه هذا الموضوع رح يكون نتيجته إنه زيادة في الدخل. تشوفون العلاقة الثلاثية. شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وإنت شاكك في العلاقة الثلاثية. ولكن أنت بنفس الوقت قادر إنك تروض الحبيب. قادر إنك تروض أي حدية برج الدلو. برج الدلو مقنع جدا. يعني بتقدر تروض أي شخص. فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية. بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بدهم. ولكن يمكن يكون الحظ أحيانا مش معاهم فمش عارفه. بس هون بيطلع لي القوة بيطلع لي إنه يعني شخص يعني عادي جدا عنده إنه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة. فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث. ما عم بتترك له الساحة يعني إنه في انتصار عليه. ما عم بتترك له الساحة. عم بتحاول إنه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة. وهون أنا شايفة نهاية رقم خمسة. نهاية للطرف الثالث. مهما كانو الطرف الثالث هده حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة أو شخص الثالث داخل على علاقة. ممكن يكون أي عائق في العلاقة العاطفية. وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل. عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون طرف الثالث. فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في أي مجال. هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة صلبية كنت تعاني منها بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس بتعمل رقيهات بتعمل استشفاء في منكم بروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع لذلك بشوف عندهم السبع تشاكرات انضاف يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بتشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها نجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العطفة هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا نتكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية ويبين عندك شوي اه امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايما بعيدها ان القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما حتنطبق على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فاكتير في اسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضيع ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في اه في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع اه ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شيء تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير ازمات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو او تحديات او تشالنجز ورجد له شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة فمش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتأنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف اه رافع الراي البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون اه خلينا نقول اه طف معا تكون شوي اكتر اه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية اه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا اه تعبتوا على قد ما حتلاقوا اه في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق اه بيدل على انه في اه يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة اه اه او ابعاد عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم اه لكن هذا شكك مش في محله شايفك يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكاملوا رح تقربوا كتير مع بعض ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة فا وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك تاني اه لحتى انه يرجع اكتر اشي شايفة الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بيشوف حاله كتير هيك انه ملاق هو مستحيل يرجع انه كزا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم السفر او هجرة عم بيفكروا فيها لهم فترة طويلة وانا تكملتها دا اهو. خلينا نشوف ازا في نصائح لبرج الدلو ممكن تكون مسج من الكون ممكن من الملائكة اه يعني اه بقول لك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه اه بداية جيدة لحتى انت تعمل اكسرسايزز تعمل اه مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين وللوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح لالاكستريم في المواضيع فبيقول لك لأ انه هيك وهيك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم اونوثة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بيقول لك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بيقول لك لا استشير لي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاق يعني حاليا عم بتكون شوية بعيد عن روحانيات ويقول لك زود هاي الروحانيات شيم الظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو لل هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا للعار او مش شكل للعار يعني لا ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت آآ فآآ بيقول لك انه راح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازان لبرش ادالو برج ادالو بيقول لك آآ في هذا الكرت انه الفترة الجاي راح تكون في وفرة كتير او راح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني راح تحتاج فيها هذا المال راح تحتاج فيها هاي العاطفة بيقول لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر آآ عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب آآ اكتر شي ممكن آآ وكأنه في بعديها شوي آآ انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بيحكي لك يو آر سيف آآ انت بأمان مهما كانت الظروف حواليك انت آآ ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك آآ على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقول لك يو آر سيف فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة التير والاشياء اللي مش حلوة ما تفير فحبايب برجة بلوب اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة